موسيقى تحت مقرب سيدي طامر ويامر ألف يوين العدي جيه المناشر فالشعب المساعد يهدو بداشر السلام عليكم أيها الشعب المساعد المرطه الحزين في مهلكة سلمانكو اللئيم ابن اللئيم الخوارج والإخونج والمعارضين الخوانة للسعودية العظمى مسلطين هالأيام بسهامهم وألسنتهم ونقدهم على سمو سيدي ولي العهد وعلى عضده الأيسر معالي المستشار تركيا للشيخ اللي هو المسؤول المباشر عن ترفيه شعب المملكة وملحقاتها أنا أبغى أفهم واش اللي يمزع لكم من موسم الرياض يعني ما تبغون هالشعب المساعد ينبسط ويستانس يا أعداء الفرح والسرور يعني تبون ترجعون مثل أول إذا الواحد اشترى لها وردة يبيه يديها اللي بريض يلاحقون هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف لأنه موكم ما يكفيكم إن حنا من يوم اللي طلعنا على الدنيا وأنتوا ملاحقيننا بعذاب القبر وكيفية تغسيل الميت وأهداء الأكفان وكأن الحياة ما فيها إلا الموت والعذاب والحزن الآن جاكم قائد التغيير الأغر المغوار محمد بن سلمان وغار عليكم أنتوا يا مشايخ الضلال وهيئتكم هيئة المنكر أخمد أنفاسكم ودق خشومكم وخلاكم تنسون أحاديث الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قولوا لي ويش مشكلتكم مع أوسم الرياض بدال ما كنتوا يا مساعدين كل ويكند تغزون البحرين جاب لكم ولي العاهد بحرين في السعودية جاكم يمهن ما تمنى وبدال ما تطيرون إلى دبي عاصمة الدعارة العربية الله يطول عمر محمد بن سلمان سوى لكم دبي في الرياض وجاب لكم جميع أنواع اللحوم بلدي مستورد بأرخص الأسعار وبدال ما كنتوا تدفعون على بطل الوسقي خمسة آلاف ريال الحين تلقاه بسبعمية ريال واش هو الغلط اللي سواه سمو ولي العهد وعده الأيسر قال الشيخ أنتم تشوفون كم مليون جاء من بره عشان يشوف السعودية ويترفض فيها ويصرف فلوس عندنا بدال ما كنا مكانة فلوسنا تروح هدر عند بن مكتوم وبن خليفة تقولون اللي صار ويصير ضد الإسلام والأخلاق يعني أنتم أنتم أفهم من مشايخة هيئة كبار العلماء ولا واحد فيهم تكلم وانتقد أو قال إن هذا الشيء حرام السكوت علامة الرضا أنتم وشه اللي حارق رزقكم يا أخوان جيا وأنتو بعد يا معارضين الفلس مقهورين إن ما حد دعاكم لموسم الرياض أو إنكم غيرانين من الموسم وتبعونه يصير في تركيا ولا في إيران عشان تباركونه زعلانين على الدين ولا زعلانين على جيوبكم كل شوي طالع لنا واحد يقول موسم الرياض فيه رقص وش المشكلة إذا فيه رقص فقد حدثنا الشيخ إبراهيم المطلق رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاب ثنتين يرقصون يعني أنتو أفهم من المطلق في الدين يا شذذل فاق ويجيك واحد ثاني على بالها ينتقد موسم الرياض ويقول إن هذا الموسم فيه تحرش لأنبكم هو أنتو أنفسكم يا لبو لحيا يا مطا أو عتل فلس أنتو وإليكم كتمتوا الشباب وحرمتوهم العيش في حرية وحرمتوا عليهم حتى الحلال احمدوا ربكم يا مشايخ الفلس إن هؤلاء الشباب ما تحرشوا فيكم ما نقول إلا حوالينا ولا علينا ولا علينا لا وبعض النز على نيم من حفلة التنكر يقولون إن هذه الحفلة مرعبة وتخوف شوي لأن أبو داركم هو المفتي بنفسه وجهه يخوف يخوف الصغار والكبار وبعدين هذا الجيل الشباب الشباب السلماني تعود على رؤية الإعدامات والمناشير ما عادي يهم شيء ولا يخاف من شيء ما يخاف إلا من الذباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد محمد بن سلمان أخذ بكلام المشايخ سددوا وقاربوا هو سدد وقارب جاب لكم عض أيسر هو تركي هذا الشيخ يرفع عن الناس ويكفر عن اللي ارتكب هالعض الأيمن المعزول والد نعيف كنا عايشين في رعب بدون ترفيه الحين الحمد لله والشكر فيه رعب وفيه ترفيه يعني نجاح سياسة سددوا وقاربوا قبل المدة كان المفتيق أن المظاهرات حرام وتلهي عن ذكر الله الحين يقول لكم أن الترفيه فيه خير كثير وإنه يلهي عن ذكر الشيطان لأن الشيطان أصلا موجود في الرياض بس ما تقدرون تدخلون على الشيطان إلا إذا بست الواوا بوس الواوا أقبلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونساء المسلمين فاستغفروا من كل الذنب إنه هو الغفور الرحيم وإذا عجبكم المقطع لا تبوسون الواوا خل الواوا وليك الواوا يا سماحة المفتي اضغط لايك وسبسكرايب ونشرب على أصحابك وقع ما تشوفها لسعود لا بهم لا بهم جابهم اشتركوا في القناة